اهلا بكم اينما كنتم نشرى اخبارية مفصلة باهم الانباء استهلها بالعنوة ابناء شعبنا في محافظتين بس والخليل يشيعون جثمين ثلاثة شهداء من افراد الامر مسيرة الحاشدة وسط رمالة دعما لسيد الرئيس ورفضا لصفقة القرن سلطات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول المزارعين في سلفيت لأراضي شيعت جماهير محافظتي نابلس والخليل جثمين ثلاثة من افراد الامن الوطني استشهدوا اثناء تاديتهم الواجب الوطني في جنين وكان اعلن امس عن استشهاد ثلاثة من عناصر الامن الوطني واصابة خمسة منهم بجروح مختلفة جراء حادث سير ذاتي وقع في بلدة برقين بجنين خرج مئات المواطنين في مسيرة حاشدة وسط رمالة دعما لسيد الرئيس محمود عباس ورفضا لصفقة القرن الامريكية التي تنتقص من حقوق شعبنا واكد المشاركون في المسيرة دعمهم وتأييدهم لسيد الرئيس ومواقفه الصلبة المحافظة على ثوابت الوطنية خاصة في ظل المحاولات الامريكية الاسرائيلية لتصفية قضيتنا نتابع المزيد مع ميساء الأحمد دعما وإسنادا للسيد الرئيس محمود عباس والقيادة في حركها السياسي والدبلوماسي في مواجهة صفقة القرن المسمومة انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة وسط مدينة رمالة بدعوة من حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية كل المحاولات الامريكية لإحداث اختراق في جدار تناسط الشعب الفلسطيني لا يمكن أبدا أن تنجح خرجتم اليوم لتقولوا أن أبو ماذن والقيادة الفلسطينية ليسوا وحدهم في مواجهة صفقة العط شعبنا متكاتف ومتصل كلهم بذاته بكل مكوناته وندعو كافة الأطر التنظيمية وكافة المؤسسات للتبوت في خندق واحد خلف الكيادة حتى يتسنى لنا جميعا بالتسامع على الجراح وعلى كل الخلافات المشاركون أكدوا أن كل المؤامرات التي تحاكم من قبل إدارة ترامب لصالح إسرائيل وعلى حساب حقوقنا الوطنية المشروعة وحلم إقامة دولتنا المستقلة لا يمكن أن تمر وذلك نتاجا بصلبة موقف القيادة الوطنية لا يمكن القفص عن الفلسطينيين في حل إقليمي كما ثبت بالمنبوس عندما جاء الوفد الأمريكي ليتحدث مع قادة الدول العربية الذين أكدوا أن أي حل في هذه المنطقة لا بد أن يستند إلى حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال أولا ووصول الشعب الفلسطيني إلى حقه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة الزيادة وعاصماتها قدس كما طالب المشاركون بضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتمكين لحمة الجسد الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وغيرها من المؤامرات الاحتلالية الإحلالية المشاركون أكدوا أن ما تسمى بصفقة القرن كوصفة لضياع شعبنا وقضيتنا العادلة لن تمر مهما كلف الأمر من ثمنه ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين رام الله في الوقت الذي توصل فيه القيادة مواقفها صلب الراف في ضال صفقة القرن التي تنتقص من حقوق شعبنا تجري حركة حماس مباحثة غير مباشرة مع حكومة تل أبيب لتوصل إلى صفقة بشأن الأوضاع في غزة وذلك بعلم الإدارة الأمريكية نتابع في التقرير التالي فشل المحاولات الإسرائيلية الأمريكية في إخضاع أو التأثير على القرار الوطني الفلسطيني المستقل يجعل دوائر وصناع السياسة في واشنطن وتل أبيب يبحثون عن بدائل ضاغطة لعل أخطرها محاولات تحويل القضية الوطنية من استقلال وسيادة وإنهاء الاحتلال عن الضفة الغربية والقدس والحصار عن غزة إلى قضية إغاثية موسمة بمشاريع اقتصادية تسمى زورا إنسانية بعيدا عن الحلول الجذرية للقطاع المحاصر احتلاليا والمخطط حمساويا خطورة اختطاف القطاع بالانقلاب لتجسيد الانكسام والفصل تزداد حدتها مع ما كشفه السفير القطري محمد العمادي حول مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بوجود أمريكي لتمرير خطة ما يسمى تحسين الأوضاع الإنسانية والحياتية في قطاع غزة المباحثات التي تتم في الظلام وإلى المجهول وإن حملت في شكلها تخفيف بل تجميل الحصار الإسرائيلي تتضمن بعدا أكثر خطرا وتمهيدا لتمرير صفقة القرن التي صدقت الرئاسة عندما أعلنت قبل أيام أن الصفقة تحولت إلى صفقة غزة هذه المحاولات الإسرى أمريكية إن وجدت تجاوبا من حماس كسلطة أمر واقع في غزة تنذر بتعزيز فكرة الانقسام وإحداث ثغرة في جدار الوحدة الوطنية ووحدة الوطن وفصل غزة المكون الأساسي للدولة الفلسطينية التي قدم من أجلها شعبنا آلاف الشهداء والجرحى والأسرى ما تحدث عنه السفير القطري وما يتضمنه من تساوق حماس مع الحلول الإغاثية على حساب مركزية القضية وما تكشفه المصادر الدبلوماسية والإعلامية حول تشاؤم إدارة ترامب في إنجاح صفقة القرن بسبب موقف السيد الرئيس محمود عباس يفسر كذلك تسارع محاولات البحث عن البديل الجاهز لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس ومواجهة موقفهم المبدئي بأنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة وكذلك موقفهما منذ إعلان إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونجاح القيادة الشرعية بتحقيق الإنجازات المتراكمة في الساحة الدولية إلى جانب دعم الأشقاء العرب وفشل موفدي ترامب في إحداث صدع في العلاقة الفلسطينية العربية نظير فالح تلفزيون فلسطين شدد رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد لله على أن المقدسيين يشكلون خط الدفاع الأول أمام اعتداءات الاحتلال مجددا تأكيده على أولوية القدس لدى القيادة والحكومة وأدنى رئيس الوزراء خلال استقباله مفتي القدس وديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أدنى التصعيد الإسرائيلية بحق القدس والمقدسيين مجددا مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية دولية لشعبنا ومقدساته استقبل رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد لله في مكتبه بيرام الله ممثلة ألمانيا لدى فلسطين بيتر بيرب فيرف لبناسبة انتهاء مهمه الرسمية وتمنى الحمد الله لبيير بيرت التوفيق مثمنا الجهود التي بدلها خلال فترة عمله في تمتين أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين والمساندة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والحيوية المدعومة من ألمانيا ضمن المخططات الممنهجة لسيطرة على أراضي سلفيت يوصل الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المزارعين إلى أراضيهم خاصة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري نتابع مع محمد اشتية قيود وإجراءات يفرضها الاحتلال كل عام على مزارعي سلفيت عند دخولهم إلى أراضيهم وخروجهم منها الواقعة خلف جدار الضم والتوسع فبعد ثلاثة أشهر من حرمانهم منها سمح لهم بالوصول إليها لكن بشروط ومواعيد محددة يفتحوننا في مواعيد يعني ما بنستفيدش منها لازم يفتحوننا يعني نشتغل مش شغل يوم يومين شو يوم يومين في أرض احنا عنا ثلاثين دولهم أرض يعني شو بدك تشطفيني الثلاثين ساعات طويلة من الانتظار يقضيها المزارعون على بوابات وضع الاحتلال على أراضيهم التي بات الوصول إليها محفوفا بالصعب بدون إعلان وبدون شيء يوم أحد يوم اثنين يوم ثلاثة يفتحوننا يومين في الأسبوع كل أسبوع يفتحوا بدون إعلان وبدون تنسيق وبدون شيء حتى نقدر نخدم أرضنا ونضب الزتون وما يخربش الزتون ولا يخربها الأرض لم يكن جدار الضم والتوسع الذي أحاط به الاحتلال أراضي المزارعين سوى وسيلة للتضييق عليهم من خلال ما يفرضوه خلال مواسمهم الزراعية في الوقت الذي يطلق فيه العنان لمستوطنيه لتصعيد اعتداءاتهم معانات تتجدد وآمال تتلاشى بمستقبل هذه الأراضي التي بات لقاء المزارعين فيها مرهونا بمزاجية الاحتلال وإجراءاته العنصرية من مدينة سلفيت محمد الشتي تلفزيون فلسطين توغلت أليات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وأفد مراسلنا بأن أربع جرافات عسكرية توغلت نحو خمسين مترا في منطقة الصناتي وشرعت بأعمال تجريف وتسويات في المنطقة وفي سياق متصل أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب مراكب الصيادين شمال قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات شنت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم حملة اعتقالات واسعة طلت أنحاء متفرقة في الضفة وأسفرت عن اعتقال 17 مواطنا بينهم فتاة وسيدة وأفد مراسلون بأن قوات الاحتلال داهمت في محافظات الخليل ونابلس وأقلقلية والقدس وعاتت فيها خرابا كما سلمت مواطنين آخرين بلاغات لمراجعة مخابرتها في غزة طالب ذو الأسرة خلال اعتصامهم الأسبوعي طلب المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتابع مع فؤاد جرادا هي ذات القضية هو ذات المكان وهم ذات المعتصمين حتى شعاراتهم وهتافهم لم يتغيب هو الاثنين من كل أسبوع اعتصام ذو الأسرة داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكل معتصم من هؤلاء قصة وحكاية حكاية تروي قصص الحرية بعيون المحرومين من اللقاء ولو من وراء قطبان نحن إننا العين سنتين ونصف ما شفناش ابننا ومحرومين شوفتوا أبوه مريض هايوه في الدار له سنة كاملة ما بزور وناله قبله بسنة ونصف ما بزورش إيش إحنا أعملنا لليهود نفس أزور ابنه ونفس كل العالم تقع في جانب الأسرة إحنا كل اتنين بنجي نعتصم هنا من داخل تحرير أبنائنا عشان أبنائنا هم اللي عانوا هم اللي ضحوا من أجل فلسطين هو ليس مجرد اعتصام وحسب من هنا تخرج المواقف الوطنية الداعمة لكل ما يخدم القضية الفلسطينية كدعمهم رفض القيادة اللقاء بمسؤولين أمريكيين التزاما بقرار مقاطعة الولايات المتحدة ذات المواقف المنحازة للاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض استكبال مبعوث وزير الخارجية الأمريكية ومبعوث ترامب كوشنير وهذا الموقف يحتاج منه أن نتوجه بالتثمين العالي لزيادة الرئيس لرفضه لمقابلة أي أحد من الإدارة الأمريكية أطفال غزتهم أيضا لهم في هذا الاعتصام بصمة وسندوا الأحرار على طريقتهم بفلسطينيتهم البحثة أنا بابا كان أسير وماما مرت في هذا الواجع في هذا الألم ومرت في هذه المعاناة فأنا أجد أضاما مع كل أم أسير وأخت أسير ومرت أسير وبنت أسير ملف الأسرى هذا الملف الوحيد الذي لا يأفل نجمه من مجرة القضية الفلسطينية ولا يتأثر بالمستجدات السياسية ولا الأطروحات ولا حتى المبادرات فالزمن بالنسبة لهؤلاء قد توقف منذ زمن ولن تعود عقارب ساعتهم إلى الدوران إلا بطبيض السجون من أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة والجرادة الفيزيون فلسطين استنفت أسلطات المصرية هذا اليوم فتح معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين وكانت أسلطات المصرية قد أعلنت الجمعة الماضية عن إغلاق المعبر لثلاثة أيام احتفلت إذاعة صوت فلسطين بالذكرى الرابعة والعشرين على انطلاقتها عام 1994 وفي هذا السياق أعرب المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف أعرب عن اتزازه بالمكانة التي وصلت إليها الإذاعة مؤكدا بأن صوت فلسطين سيبقى صوت الحق المدافع عن حقوق شعبنا والفاضح لجرائم الاحتلال هذه الشوامرة والتفاصيل لم تكن البداية سهلة على انطلاق إذاعة صوت فلسطين في العام 1994 في أول بث إذاعي فلسطيني لها من أرض الوطن إلا أنها رغم التحديات كافة استطاعت أن تصل إلى كل بيت فلسطيني حيث تميزت برسالتها الإعلامية على مدار 24 عاما وطرح قضايا وهموم شعبنا نحن نقول كل عام وكافة العاملين في صوت فلسطين بألف خير 24 عاما من التحديات ومن الصعاب ولكن كان فيه بالمقابل إنجازات كبيرة بالرغم من محاولة إسرائيل إسكات صوت فلسطين بالرغم من قصف المقرات بالرغم من استهدافها للعاملين في هذا الصوت وسقوط عدد من الشهداء العاملين في صوت فلسطين أو في تلفزيون فلسطين إلا أن هذا الصوت ما زال صادحا في سماء الوطن وما زال يوصل رسالة الشعب الفلسطيني إلى كل مكان في العالم وعلى مدار تلك السنوات الطويلة استطاعت الإذاعة بكوادرها المؤهلة من مهندسين وإعلاميين والتي تصل إلى حد الاحتراف أن تخطو خطوات تطويرية واسعة أسهمت في تمكين عمل الإذاعة رغم قصف الاحتلال لمحطة الإرسال والأبراج عام 2001 و2002 في رمالله اللي مني 96 و22 عام بصوت فلسطين صوت فلسطيني اللي دايما بواكب الأحداث والظروف اللي بمرؤ فيها أبناء شعبنا وصلنا لكل بيت فلسطيني للشارع الفلسطيني لكل معاناة بعانيها أبناء شعبنا ومازال هذا الصوت مستمر بالعطاء نواكبة البدايات ونشتغل على أقل الإمكانيات بقدر أقول أنه نوازي كبار الفضائيات هندسيا وتقنيا بجهودي وبجهود زملائي كلهم في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حصدت إذاعة صوت فلسطين العديد من الجوائز الذهبية في المهرجنات العربية والمسابقات الأوروبية واستطاعت أن تكون جزءا من برنامج التبادل الإخباري والبرامجي مع الإذاعات العربية إضافة لتقديم برامج باللغة الفرنسية ضمن برنامج التبادل وفي إطار كل تلك النجاحات يستمر صوت فلسطين بمهنية ليكون منبرا للمواطن الفلسطيني أينما حل خاصة بعد افتتاح إذاعات محلية في عدد من المحافظات تعتبر امتدادا لهذا الصوت لنقل الرواية الفلسطينية على مدار 24 عاما كانت إذاعة صوت فلسطين وما زالت صاحبة الكلمة الأولى والصوت الأول في ترسيخ الهوية الفلسطينية بتأديتها رسالة إعلامية وطنية رغم كل محاولات المحتل لخمدها هذه الشوامرة تلفزيون فلسطين رام الله على الصعيد الدولي حقق المرشح اليساري أندريس أوبرادور انتصارا في الانتخابات الرئاسية المكسيكية وفق ما أفدت به تقديرات رسمية للمعهد الوطني الانتخابي المكسيكي التفاصيل مع حنين الحلو للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث تمكن اليسار من الوصول إلى السلطة في المكسيك بعدما حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فوزا تاريخيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بحصوله على أكثر من 53% من أصوات الناخبين في الاقتراع متقدما على أبرز منافسه ريكاردو أنايا وحسي أنتونيو وبهذا الفوز سيحصل اليسار الممثل بحزب لوبيز أوبرادور الذي سيتولى مهامه في كانون الأول المقبل على الأغلبية في مجلس النواب بـ 250 مقعدا على الأقل حيث أن المنافسة في الانتخابات جرت على أكثر من 18 ألف منصب بينها مقاعد مجلس الشيوخ البالغي عددها 128 هذا إضافة إلى حصول اليسار على مقاعد ستة حكاما من أصل تسعة في الولايات وسيكون على لوبيز أوبرادور مواجهة تحديات كبيرة فإلى جانب مكافحة الفساد المستشري في البلاد سيكون عليه تنفيذ وعده في الحملة الانتخابية بالرد على ترامب الذي هدد بإلغاء اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية كما وعد بالقضاء على الفقر الذي يغذي أعمال العنف الدائرة هناك وأتت الانتخابات الرئاسية بعد واحدة من أكثر الحمالات دموية في المكسيك منذ عقود إذ لقي أكثر من 130 شخصا مصرعهم لتلفزيون فلسطين حنين الحلو استنفت الكوريتان الجنوبية والشمالية تشغيل شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية لأول مرة منذ عشرة أعوام لإجراء اتصالات بينهما بصورة ثلثة في البحر وأضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المبدولة لتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين الكوريتين لنزعي فتيل التوترات العسكرية ومنع المواجهات غير المتوقعة في البحر قال مسؤولون أن حرائق الغابات التي اندلعت في شمال كاليفورنيا أدت إلى عمليات إجلاء لسكان وتسببت في انتشار الرماد فوق منطقة واسعة وأتت الحرائق على قرابة 9000 هكتار من الأراضي ولم يتمكن رجال الإطفاء من احتوائها إلى حالة الطقس وننتقل مباشرة إلى روز أبو عصد تنضم إلينا في هذه النشرة أهلا بك روز مساء النور ضحى شو أخبارك؟ مساء الخير الحمد لله تمام أحوال الجوية شو أخبارها؟ أخبار الجو هناك ارتفاعات متلاحقة وبشكل تصعدي خلال الأيام القادمة أي تحديدا يوم الخميس يرجع ذلك طبعا لتأثر المنطقة بكتلة هوائية أكثر حرارة طبعا مزيد من التفاصيل سنتابعها في هذه النشرة شكرا لك طبط أوقاتكم بكل محبة أعزاء المشاهدين وأهلا بكم يزداد تأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية أكثر حرارة وعليه يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون بذلك أعلى بقليل من معدلاتها السنوية العامة بحدود ثلاث درجات مئوية حيث تسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية وأحارة في أغلب مناطق البلاد بينما ستواصل ارتفاعها التفيف والتدريجي حتى يوم الخميس ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق والآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام لدرجات الحرارة العظمى التي سجلت لهذا النهار ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 31 رمالة 29 نابلس 32 جنين وطوباص 35 تول كرم وقلقيلة 32 سلفيت 31 بيت لحم 39 بيت لحم 31 الخليل 30 وننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 31 دير ألبلح 32 خان يونس 31 وأخيرا رفاح 32 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام لنهاية نشرتكم الجوية وأتمنى لكم نهارا سعيدا في أمان الله والآن نعود لزميلة ضحى في الاستوديو شكرا لك رف شكرا لك عودة إلى العالم أبناء شعبنا في محافظتين أبلس والخليل يشيعون جثمين الثلاثة شهداء من أفراد الأمن مسيرة حاشدة وسط رمالة دعما للسيد الرئيس ورفضا لصفقة القرن سلطات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول المزارعين في سلفيت لأراضي إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية لأهم أنباء الساعة نعود ونلقاكم مع نشرة إخبارية مفصلة عند الثالثة إلى اللقاء اشتركوا في القناة